اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أظن الان من نفسه أجل المناوهم قام باستخدام نبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول إننا مجاله مما يقدم طبعاً عنها ونحن نبعه وعلماء الكتب أو حتى إصلاعي والكتب من الأساس لن يبعون قد يكون جيداً ونحن نبعه ونحن نبعه إنه نبعه ونحن نبعه وهذا مثل هذه الشقاوة أكبر من أبو مخيث هو أن أكبر من أبو مخيث فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي يوما عند البيت البيت الكعبة وبيت الحرام البيت الكعبة ومسجد الحرام ومسجد الحرام ومسجد الحرام الكعبة المشرفة ومعيد أبو جهل فقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسرقه وأبو جهل وأصحابه له جلوس إذا قال بعضهم لبعضين أيكم يجيئوا بسالة جذوري بني فلان يعني نعبس، نبعر، نقمي له وفر نعصرنا نفلان دكو ترولي فهي دعو على ذهر محمد عندما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ألدله وما ألدله إذا سجده سجده صلى الله عليه نعصنه، نعبسه، نأخاته، نقمي له سي نقمي له سي نماله سي نتقدنه، نطبس ناس وهناك يقولون أنكم سجده على أولا وما أمه، وما أصحبه ونقمي له سيكون قبل أسهل، نحيه قوته يجب أننا وتعرضه إنه أقبة بن أبو معيد فيدعو على ذهره إذا سجده فمبعث أشق القوم عقبة بن أبو معيد فجاء به وانتظر فلما سجده إذا قال عقد وقبل أن Его قمي له فلما سجد وداعه بين كتفيه فجعلوا يدحقون سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم سجد أنبها سجد لو أنونسك نيولي ما لقول الله ما لقوله ناوى أنقارنكر استاذ أنقر ويحيل أن يميل بعضهم على بعد هو سجد لا يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ولا مقرله حزر صلى الله عليه وسلم سجد أرقه حتى جاءته فاطمة وطرحته مظهره فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك ابو قريش فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انترو نيولد نا عبسي نا عبستي نا أخاتي نيأتلولن بوسي ناتجعيت منه والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش نا قريش يا ربي بس كتوك الخند يقول لما نا بدعيه فشق ذلك عليهم إذا دع عليهم وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سماهم رجلا رجلا طبعا ندعى وكاننا 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 يقولون فهم دعيه سنك ديبهم مرة يعني يتنقر قائش تقول له والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بفلان وفلان اللهم عليك بقرائش اللهم عليك بفلان وفلان وقد قتلوا كلهم يوم بدر اللهم عليك بكذا اللهم عليك بكذا يقول لهم الان لنجماعة اثنين يوم بدر أول معركة دلالسلام أولي كرنو طيب المستهدئون وكان عذماء المستهدئين برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة إن استهزاء النبي صلى الله عليه وسلم نيت استفافة نيت جيبدو نيت جيبدون يجربون القنو واندعوتني قصيد وانترن دنبيرة يرقو أهم كوغن وكان عذماء المستهدئين إن برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أم كنا فرقون زمان بهلنا ونوجهتنا نرد الأخوة الوليد بن المقير مخزومي الوليد بن المقير المخزومي اللي نراه الأسود بن عبد يغوث الزهري وأبو زعمى الأسود بن عبد المطلب الأسدي والحارث بن قيس الخزاعي والعاس بن وائل السهمي وقد أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيكفي شرهم فقال سيكفيه شرهم النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى النبي تأخبره كله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ناشر سيكفيه بروك إن كبار المستهزئين نأم كونا فرنس ويوخ إننا كفيناك المستهزئين الله سبحانه وتعالى فقال الله سبحانه وتعالى إننا كفيناك المستهزئين ثم أنزل على كل منهم ما فيه عبرة وعذاء نأم كونا الله سبحانه وتعالى أشياء قمتوا ديبهم حاجات نعصوا ديبهم يند عبرة موعدت أثر فلقه حاجات قدام عبرة أدخ منه اعتبره أبو فلق أدخ منه أثر أدخ منه إنسانك نواياه 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 نين أخو نيسا بي أخناه يستوهبهم حاجات دائما دمستو اعتبره إنسان نين عبرة دي موعدات ديني سنكوها نقيق قمتوا ديبهم أنا فرتل ناوكا لا قاش إنشاء الله قلنا نقوم فأما الوليد فكان قد أصابه قبل السنين خدش ثم من سهم ولم يكن شيئا فأشار جبرير إلى أثر ذلك الخدش فانتفض فلم يزل يؤلمه ويؤذيه حتى مات بعد سنين مانا شيخة طعام بستربوخ كنات حرب الطعام بستربوخ بدري قبل فترة ناوكا 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 الوليد بن المقيرة وأما الأسود بن عبد العقوث أن أسوده فأشار جبريل إلى رأسه فخرج فيه قروح أخوار لي وقال مشاكل نوتكو حاجات في خديبه فمات منها وقيل أصابه السموم وقيل أشار جبريل إلى بطنه فاستسقى بطنه وانتفق حتى مات نحن أخوار الدين الأمراض المصائب نقول له نحن أخوار فلما تدايق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاه دعا عليه فقال اللهم أعمي بصره وأذكل ولده فرماه جبريل بشوك في وجهه حتى ذهب بصره ورمي ولده زعم حتى مات نحن أخوار نحن أخوار الدين وقال جبريل عليه السلام قمود ما لقله معربه منها بيها هلاكوهنين أما الحارث نحن أخوار الدين لنقيس فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرقه من فيه فمات منه سبحان الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نهابيها نهابي حلاقوه أن أنكر بأم العاس بن وائل فجلس على شبرقة فدخلت شوكة لها من أخمس قدمه وجرى سمها إلى رأسه حتى مات وهذه سورة مسقرة لما كان يعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في قريش بعد إعلان الدعوة والجهر بها وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتيني إذا هذا الموقف المتعزم نان نين كلا لو أشياء نقريون عزاب لد آخر قوين اختصاري دي جازز رسول صلى الله عليه وسلم وهابي أرخن عذاب دي وإلاد دي نرد نيت إنهابيني عزابون القنوان نعم كن أخر واخي ني كرنوخن نا خاتمة تورا رقوخن نيت الدو ينبو نان النبي صلى الله عليه وسلم ندن بي خطوات أضغ ناليان خطوتنين قرن اغن لأغش قارن اللهم قن ندن بي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمدين وعلى آله وسلم وصحبه وسلم